حليمة العلاوي كانت تقدم قدام السعاتيق بن شيقر والأكيد أنه نجوم الغد كانوا نبين البراميج الكبيرة ولكننا كان حي المكام نمشي ونغنيه فيه فهذه التجربة هذه شنو ضافت لحليمة؟ ألوغ بعد ذيك البنتها صغيرة كبرت هي اللي غا تقول لكم شكراً على الاستضافة وفرحانا بزيف أنني معكم كان طلعاً على شاشة الـ MBC 5 ألوغ تجربة ديال النجوم الغد أكيد تجربة اللي بقات مخكة عندي لأنها تجربة مهمة وهي أول تجربة إلا بغينا نقوله احترافية مع السعاتيق بن شيقر اللي كان جوليه تحيان وكنت قدرت تجربة على الله يعني قلت ووالا غادي نشارك نجحت مزيان ما تقبلتش ماشي مشكل ووالا دونك الحمد لله يعني تقبلت والسعاتيق بن شيقر في حقيقة كان لعب واحد دور كبير لأنه حتلو كوتي بسيشي كنت محسن متعك في حقيقية إن أطلق إنسان متعك تجربة مع الكاميرا مع الأدواء إن أحدت يتحف وكيف تجربة وكيف تجربة الـ MBC 5 ولكن حالي مالش فينك بعدتي بزاف شوية بزاف على الفن وقدر تصدر الإعلام في حقيقة جاءت صدفة لأنه بيانسور الموسيقى هي كما تنقول الحبل والديالي وما زال الموسيقى عندها واحد البلاثة تخزي إمبورتانة في الحياة ديالي ولكن شاءت الصدف وشاءت الأقدار أنني نشارك في السيديو دوزان بقيت في النصف النهائي ومن بعد عيطت لي الإدارة ديال القناة أنني دوزان كاستينك لذلك ستبغيما حكا يعني ربي بغاني أنني ندخل لهذا المجال وردك الإعلام في طريقك وردك لكي جاءت لكارياري للإعلام